على كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة أول يوم في الدراسة وبشركم بسانة سودي بس العلمين عاللي فكر في دراسة لعبة عاللي جاي يلعب ويسرخ في المدرسة وعادته هو يكونوا فهمين أنني معاربتش عملكة في الصير كل بلويكم عندي اللي راحوا ده منهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاية في الكابينة وبالأمارة دورة المياه الثانية اللي فياخر طره واللي راح بلطين ولبس ما يهبفته وقف على البحر يتبلطر ويعكس في بنات الناس واللي ميش ورا راح ده بلطين يعاكسه لحد ما نزل أخوها لسه وقفه ما تجاعده منهور يابين تلاتة اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه وكون على لقه على بقى المدرسة هنا هو يلا محتدم مارس يلا يا سبب كل واحد على فصل يلا يا حضرة الناصر على مكتبك اللي سمعك مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناصر انا بقول ما يصحش يعني تشد علي قدام الطلبة المدرسين الدني الناصر برضو منعرف ان انت الناصر بس طول ما الفطير والوز والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمه فشل انا محدش كسنعيني انا محدش اداني حاجة ايه وما تدنيوش حاجة حضرة الناصر ايه ام عاوض بعضلك البط دي وبتقول يا خلي بالك بنعاوض في اعمالي الثاني بط اعمالي الثاني بقيت بالبط لما الناصر ببعتوله بط امال انت ببعتولك ايه يا سادتي الوكيد خد يا والا خد يا ايه في السافة الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاص والقلم من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسمه واحد واين قاله ولماذا قاله واللي اهم من كده ماذا قال بعد ان قاله يا صلاة النبي احسن كل واحد فتح اللحانة اكوه وشوية جوامس اعدين في وشي اسمعي يا اخوة انت وهو كل واحد يشمع الفات له كده هو ويلسع اللي جنبه كاف ويمين الله الكاف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لأكون انا اللي ضغل ابتدي اشتركوا في القناة 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 있을 piano tonight اشتركوا في القناة مستر باق لازم تشوف حل مع الطلبة دولي في ايه فريد؟ مش عارف هتخل قديهم الحصة ليه؟ اصلي الولاد في حالة مش طبيعية وانا خاف الموضوع يتطور يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم هنقفلها احسن فين السيكورتي تعال معايا اساس فريد طب تروح حضرتك وانا هستنك هنا يلا يا رمضان للأجل حيبورك صباح الخير يا مصر مارس؟ انت تناجئ علي ولا ايه؟ قول لي صباح الخير يا امه قال له وهي مصر دي مش مصر هي يا امي يبقى لما قلت صباح الخير يا مصر الامة تعودة عليك انت لين انت امي ليه في علم المحسنات البديعية اسمه استعارة مكنية رهي انت فين يا امه هاتي هاتي ابو سيدك دي جايبينها يا امه عشان نحط فيها مياه نشرب الله يخليه كده خلاص خلاصي انا ما دقارق تعالى كلك لقمة اني مش عارفة انت واخد السنة من اولها على الحمي كده ليه؟ يا امه ما انت عارفة يا امه عارفة التعليم بالنسبة لي ايه؟ اول يوم في الدراسة ده هو كايمني عليس راح لين دخلتي فوراً طب يلا عملها بجد؟ ان شاء الله انا قل افرح بيك واتطمن عليك قبل ما موت بعد الشر عليك يا امي بعد الشر وبعدين هواني لديت حاجة حلوة يعني قلت لأ اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولا كلا ارى احدا لا بقى طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي ميت بدر ما عجب اكشفهم ولا بقى يا امي بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ نملأ القولل نملأ القولل وبعدين انا عايز اقولك على حاجة يا امي في موضوع الجواز ده هو اني الشخصية اللي هي فلسافة ومكتنة بيها بصراحة الجواز عبارة عن فرح شهر وده اضاهر وغرب مهر وبعدين ايوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة قوليلي ليه ليه قوليلي ليه ليه الحلوة ما بيجيش من وراء غير المشاكل وتملأ بسرعة وتهجر الراجل يا سلال هم ينقلك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي يبقى في ستين خرارة غرفة ده يا مهي وحشة ده اني هبقى كسبهان انا يا امي وهابت نفس للتعليم التعليم اسمى رسالة في الدنيا انا قلت نملأ قولن نملأ قولن نملأ قولن استغفروا الله العظيم يا رب كرهتوني في احل حاجة بحبه كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابوي انت ابني انت هو انا مش قالوك تراجبوا عند درس دي في البيت ما تراجعش ليه وانت ابني انا مش اقلك تجيبوا لي امرك قولتلي ابوي انقتل قولتلك هات امك قولتلي امت قتلت قولتلك هات خالك قولتلي خالك قولتلي خالك كهرب انا عايز اشوف حدي من عيلتك انت هتتعلم يعني هتتعلم اوكي 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 الله يرحم ابوك يا اخوه دلاتي اخوه انت وهو وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات سيد ابراهيم عواظين فانتك اربعة من خمسين الف محمود الف محمود بس انت هنا خلاص اسمع بقية النتيجة ابراهيم محمود ابو قبل انا قبت كام انت خط 62 من خمسين يا ابو قبل باركل اخوك ابو قبل باركله باركل akkor ينالك يا ابو قبل واللي هناخده دلوقتي حرف الالف حرف ايه起來 الكاليف حرف الالف ديه من الحروف المميزة ولما تبقى الهمزة فوق بنقول اى لما تبقى الهمزة تحت بنقول اى انت يا بنت يا صباح انت بدت بمزاكية اه أقول ليه يا ابنت كلمة بتبتدي بحرف الايه من ياخوية إيه الغدية تقولوا يها لما تردح انت και امك كده جن بالفرن جا تكنيلة انت أماد انت ايه يا فان да قولي كلمة بتبتدي بحرف الإيه؟ إلسة من يا أخوية؟ إلسة من إلسة دي؟ واحدة كلا بتوركس وتغني بس إيه؟ زي لحظة الجشطة يا فاندي نيّل يا عيكلي يا أبل إنت يا راجل إنت قولي كلمة بتبتدي بحرف الإيه؟ إلسة من يا أخوية؟ إلسة من إلسة دي؟ ده نعيب كبير عاوي أها الكرة دي اللي هتوديك في دها وتلحظ دماغك يا راجل اتعلم ده العلام أهم حاجة في الدنيا هنعمل أهبس بالعلام يا أستاذ مبار ده الواحد فضلني وبينه ويموت أهو لما الملايكة تسألك تيه عرفتي كاو إيه دي؟ إيه يا دياب بتنصب الفاعل؟ أما بتنصب الفاعل من دلوقتي أما لما تكبر هتنصب عالميه صفر حاسب في إيه؟ إنت طول الليل هتبدل تتخني مع الكراريس كده هو؟ تعالي يا دموك انت روخر أه يا دموكي مش عرف تجر المضاف إليه؟ مش عرف؟ طب وحيات وحيات لما أنا لما وحياتي لأ صفر تعرف يا ولا يا رمضان أنا قابلت النهار ده تهاني من تلحج سلمان بقيت سيّ لحطة الإشتر ما شاء الله وفتحتم معا في الموضوع البيت ما تتعيبش وهيتساعدك تلمي لك الكراريس اللي عملت بعترفيعة طول النهار إيه دي؟ إيه دي؟ يا مهر إيه سود ومنايل؟ آه آه شآية راه ياما شآية اللي نقضيته بالتربية والتعليم راه ياما ده التليل تكسودة يا عوضان انت هو اللي خلى فوق فالساحي فالساحي طب اشرب بس شاي وروق دمنا شاي ايه؟ شاي ده هو دم عوضان وأهله هيسيح شاي الشاي ده هو فالساحي فالساحي استنى يا رمضان هو عمل ايه؟ بص يا عمل ايه؟ اللي فان دي يكتب لي في الكراسة بص الواوة ليك الواوة صح؟ انا بردانة صح؟ انا هده امتع في صوتي وهيكتب لي بص الواوة طب استنى بس يا رمضان استنى الواد امه ماتت وبياخد العزة النهار ده امه ماتت الدهاجة بتاعة ربني شغلي لازم اربيها عليها يعني اربيه صدرت الله بص يا رمضان جاي عزيك بنفسه عوضين بص بيحبيني كوي ياهوة بص الواوة الي مو ارزا يا مولاني يا جماعة الوافاد اللي انتو عاملونه راجل و جيد تعزوف امه كتب المهارضة في الكراسة ده ايا في دارس الصرف والناعر بص الواوة صح ديك الواوة اه ترجمة نانسي قنقر ليه ده أستاذ بها؟ معقولة ابني رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم أنا مش جايش سيكي لأستاذ رمزي عشان تعاقبه بس كل اللي أنا طالبه إنك تحنن قلبه علي وأرجو إنه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا لا 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 أنا لا ممكن أسكت على كده أبداً معناها إيه كلام ده؟ يكسلك دراعك ورقبتك؟ لا دراعي بس يا فندم رقبتي ابن سيد معالي وزير البيئة وإيه لي تحت عينة ده؟ آه دي؟ لا ده ابن عضو مجل الشعب أنا ليمكن أسكت على كده أبداً ليسمعها فوضى نعم الأستاذ رمزي ابن حضراتك خليه يتناهي ليدخل جاسور زيك على فكرة أنت ولد سافل وقليل الأدب إيه اللي أنت عملته ده؟ إزاي تمد إيلك على مدير المدرسة بتاعتك يا كلب؟ ده تكون دهن أنا كنت بحوش عنه الفاس كله كنا بيتخانق وهو تعجن في النص ومسلح كده يا مستبقى؟ آه الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيدرب كان بحوش الظهر أنا دلعتك زيادة لزوم أنا لما كنت في سنك وكنت شوف المدرس بتاعي كنت بعمدها لعروحي تاد فليز اخرس خالص أنا حنقلك من المدرسة دي هواديك المدرسة اللي أنا درست فيها في الأرياء في مئة بدنة حلاوة أشبت على فضل الله